مات كمدا المواطن علي حسن السوادي قامت ميليشيا الانقلاب بضربه بعنف مما ادى لوفاته بنوبة قلبية نتيجة منعه من زيارة ابنه المختطف محمد السوادي في السجن السياسي بصنعاء ليست قصة السوادي وابنه سوى واحدة من قصص الاختطاف والتعذيب التي يعاني منها اليمنيون في سجون ميليشيا الانقلاب في ظل صمت اقليمي وتفرج دولي وتقارير خجولة من منظمات محلية ودولية منظمة سام للحقوق والحريات رصدت قصص تعذيب بشعة لمختطفين في سجون الانقلاب منها عمليات اعدام وهمية والضرب المبرح والحرمان من الطعام والتعليق بشكل مقلوب ووضعهم في اماكن بلا تهوئة ولا انارة وقالت المنظمة ان ميليشيا الحوثي حولت عدة منازل ومعسكرات الى سجون سرية يتم فيها اجبار المختطفين على حضور حلقات تدريس لملازم حسين الحوثي وثقت منظمة سام اكثر من مائتين وثمانية معتقلات سرية في عموم محافظات الجمهورية منها ستة عشر معتقلا في صعدة وسبعة وعشرون في اب وبعضها في مناطق تحت سيطرة الشرعية ذكرت سام ان ميليشيا الحوثي تمتلك سجونا خاصة بها في منطقة الحوبان ومفرق ماوية بتعز بينما وثق راصدها اكثر من خمسين سجنا تابعا لفصائل متعددة تتبع المقاومة تمارس فيها انتهاكات جسيمة بحق المحتجزين لم يعد الاختفاو القسري والسجون غير القانونية ظاهرة مرتبطة بميليشيا الحوثي بل اضحت بنظر منظمة سام مقترنة بجهات مدعومة من الامارات واخرى تتبع الشرعية اشتركوا في القناة